السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم بمكون نقوم برميه يوميا لكن ما لا تعرفون أن هذا المكون فعال جدا في القضاء على كل الخطوط الرقيقة والتجايد يشد البشرة ويحارب شيخوخة البشرة المبكرة ويعطيها نظارة وإشراقة رائعة جدا خصوصا للبشرة الجافة يمنحها الرطوبة وستصبح بشرتكم ناعمة كبشرة الأطفال يصفي أيضا ويزيل البقع والكلف من البشرة ومع المدومة على استخدامي ستصبح بشرتكم الصافية ومشدودة وخالية من كل المشاكل والعيوب وقبل أن أمر أحبا إلى مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم دعمي باللايك إذا أجبكم الفيديو لتشجيع المزيد من الوصفات المشربة إن شاء الله وكما تلاحظون سنحتاج إلى قشرة موزة واحدة أول شي سنقوم بغسلها جيدا قبل استخدامها وبعد ذلك سنقوم بتقطيعها إلى قطع مربعة صغيرة فبالنسبة لقشور الموز فهي تعمل على ترطيب البشرة لاحتوائها على البوتاسيوم والذي يساهم في ترطيب وتنعيم البشرة من العمق وكذلك فهي تشجع على إنتاج الكولاجين لاحتوائها على نسبة مهمة جدا من فيتامين C و E وأيضا تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة وتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والبقاع الداكنة وكما تلاحظون بعدما قمنا بتقطيع قشرة موزة واحدة إلى قطع صغيرة بعد ذلك سنحتاج للمكون الثاني في هذه الوصفة سنحتاج كذلك إلى حبة بطاطس صغيرة سنقوم بتقشيرها أولا وبعد ذلك سنقوم بتقطيعها كذلك إلى قطع مربعة صغيرة فبالنسبة للبطاطس فهي من أفضل المواد الطبيعية التي تحمي البشرة من البصور والحفر والتجايد بحكم أنها تحتوي على نسبة مهمة جدا من مضادات الأكسادة إضافة إلا أنها تعتبر مشجع قوي جدا على إنتاج الكولاجين الطبيعي وأكيد إذا قلنا نسبة أكبر من الكولاجين نقول مقاومة أكثر للتجايد وعلامات الشيخوخة المبكرة والخطوط الرقيقة والرفيعة بالبشرة وكما لاحظتم معي بعدما قمنا بتقطيع كل من قشر الموز والبطاطس بعد ذلك سنحتاج إلى قدر يوضع على النار وسنضع فيه كل من البطاطس وقشور الموز وسأضيف إليهم مقدار كأسين من الماء وسأضعهم على نار هادئة جدا حتى تطهى لنا البطاطس جيدا مع قشور الموز سنضع في الأول فقط كأسين من الماء وطبعا إذا احتجتم إلى الماء فيمكنكم إضافته حتى تطهى لكم البطاطس جيدا مع قشور الموز بعد ذلك يمكنكم إطفاء النار عليهم ويمكنكم أيضا تحريكهم من حين لآخر وطبعا كما قلت لكم إذا جفت عندكم المكونات من الماء فيمكنكم إضافة الماء حتى تطهى لكم البطاطس جيدا وتصبح طرية ورطبة وأيضا كذلك بالنسبة لقشور الموز والله يا بنات هذه الوصفة رائعة جدا ومهمة جدا لكل من تعاني من التجاعد سواء كنت شابة أو حتى قد تعديت سن الخمسون سنة هذه الوصفة رائعة جدا وتعتبر بطوكس طبيعي ضد علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعد سواء تحت وحول العينين أو الخطوط على مستوى الجبهة وحول الفم هذه الوصفة رائعة جدا وتعتبر عدو للشيخوخة تصفي أيضا البشرة وتعطيها نظارة وإشراقة طبيعية بدون مشاكل وبمكونات سهلة وبسيطة جدا والأهم أنها فعالة جدا فقط تابعوا معي الفيديو للآخر لكي تنجح معكم الوصفة وتعطيكم أحسن النتائج وكما تلاحظون معي بعدما قمت بطهي جميع المكونات جيدا بعد ذلك سنتركهم جانبا في المطبخ حتى يبردون قليلا وبعد ذلك سنقوم بطحنهم جيدا في المطحنة أو الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط يكون ناعم ورطب جدا وبعدما قمت بطحن جميع المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي ستلاحظون معي القوام الذي حصلت عليه يكون قوام ناعم ورطب جدا إذا كان عندكم الخلاط الكهربائي لا يطحن جيدا فيمكنكم تصفية هذا الخليط بعد طحنه لإزالة كل بقايا البطاطس وقشور الموز التي لم تطحن جيدا وكما تلاحظون هذا هو القوام الذي حصلنا علي يكون قوام كريمي ورطب وناعم جدا بالنسبة لهذا الخليط يجب عليكم الاحتفاظ به في علبة زجاجية والاحتفاظ به في التلاجة وكلما أردتم استخدام هذه الوصفة اخذوا فقط الكمية التي ستستعملون والباقي احتفظوا به في التلاجة ستأخذون فقط الكمية التي ستستخدمون مثلا سنأخذ ثلاث ملاعق صغيرة وبعد ذلك سنضيف اليها بعض المكونات الأخرى بالنسبة لكمية المتبقية كما قلت لكم احتفظوا بها في علبة زجاجية أو علبة بلاستيكية واحتفظوا بها في التلاجة وكما تلاحظون سنضيف كذلك ملعقة كبيرة من نشاء الدراء وسنقوم بالخلط جيدا حتى يندمج لنا نشاء الدراء أو الميزينة مع خليط قشور الموز والبطاطس سنقوم بالخلط جيدا حتى نحصل على خليط يكون ناعم بدون تكتلات أو حبيبات صغيرة إذا لم يتوفر لديكم النشاء الدراء فيمكنكم تعويضه بدقيق الأرز أو يمكنكم تعويضه بالدقيق الأبيض على حسب المتوفر عندكم في البيت سنضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وسنقوم بالخلط مرة أخرى جيدا إذا كانت بشرتكم حساسة وتتحسس من الليمون فيمكنكم الاستغناء عليه أو يمكنكم تعويضه بعصير البرتقال وسنستمر بخلط جميع المكونات جيدا وبعد ذلك سنحتاج إلى زيت الزيتون سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بالنسبة لزيت الزيتون يبقى اختياري بالنسبة لكم يمكنكم إضافته أو الاستغناء عليه أو تعويضه بأي زيت يناسب نوع بشرتكم فمثلا إذا كنتم تعانون من التجاعد والخطوط الرقيقة والرفيعة بالبشرة فأنصحكم بإضافة زيت بوزور العنب أو زيت شنين القمح أو كابسولة من فيتامين اي وإذا كانت بشرتكم جافة فيمكنكم أن تضيفوا لهذا الخليط أي زيت يناسب نوع بشرتكم يمكنكم أن تضيفوا زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أو يمكنكم الاكتفاء بإضافة زيت الزيتون فقط فزيت الزيتون من أحسن الزيوت المرطبة للبشرة وأيضا يعطيها نظارة وإشراقة رائعة جدا ولمن بشرتهم دهنية فيمكنكم الاستغناء عن إضافة الزيوت كما تلاحظون بعدما قمنا بخلج جميع المكونات جيدا حصلنا على قوام يكون كريمي قوام ناعم بدون تكتلات أو حبيبات صغيرة بالنسبة للخليط المتبقي كما قلت لكم يمكنكم الاحتفاظ به في علبة زجاجية والاحتفاظ به في التلاجة وكلما أردتم استخدام هذه الوصفة خذوا فقط الكمية التي ستستخدمون وقموا بتحضيرها بنفس الطريقة والباقي احتفظوا به في التلاجة وطبعا إذا كان الجو باري فيمكنكم الاحتفاظ به خارج التلاجة والآن سنمر إلى طريقة تطبيق هذه الوصفة وطريقة استخدامها أولا قبل استخدام هذه الوصفة يجب عليكم تنظيف بشرتكم جيدا من أي زيوت أو كريمات أو ماكياج على البشرة لأنه يسد المسام ويمنع تصرب هذه الوصفة إلى خلايا البشرة بعد ذلك قموا بتشفيف بشرتكم جيدا وخذوا القليل من هذا الخليط وقوموا بتطبيقه على كامل بشرة وجهكم يمكنكم أيضا وضع هذا الخليط حول العين إذا كان بها تجاعد أو بداية لظهورها كما يمكنكم أيضا وضعه على الرقبة وعلى اليدين اتركوا هذه الوصفة على بشرتكم لمدة عشرون دقيقة حتى تجف تماما وبعد ذلك قموا بعمل حركات دائرية كأنكم تقومون بعمل مقشر للبشرة بعد ذلك قموا بغسل بشرتكم عادي بالماء الدافئ والماء البارد لسد المسامات قموا بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستلاحظون أن التجاعد بدأت تقل أكثر فأكثر وتختفي تدريجيا إلا أن تختفي تماما خصوصا إذا كانت عندكم تجاعد مبكرة وتجاعد رقيقة فستلاحظون أنها ستختفي من أول أسبوع أما إذا كانت عندكم تجاعد عميقة ورفيعة فقوموا بالاستمرار على هذه الوصفة حتى تحصلون على النتيجة النهائية والتي تريدونها وهي بشرة مشدودة وخالية من التجاعد ويمكنكم أيضا استعمال هذه الوصفة حتى إذا كنتم لا تعانون من التجاعد وتريدون ببساطة بشرة مشرقة ونظرة هذه الوصفة تعمل على شد البشرة فمباشرة بعد غسلها ستلاحظون أن بشرتكم أصبحت مشدودة وفي نفس الوقت ستفتح وتبيض بشرتكم بخمس درجات وستعطيكم نظارة وإشراقة طبيعية من أول استخدام إذا كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وأعجبتكم لا تنسوني باللايك إذا أعجبكم الفيديو وشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة ويستفيدهم أيضا وأنا ألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد